اشتركوا في القناة لاستعادة صدارة المشهر السياسي في البلاد خلال الانتخابات المقبلة وعودته مجدداً لاستخدام الخطاب الطائفي للترويج لمشروعه التقرير استعاد من الماضي القريب شيئاً مما عاناه العراق خلال فترة حكم المالك من تفشي الفساد واتباع سياسات طائفية كان لها الدور بانهيار الجيش وظهور تنظيم الدولة وانحلال مفهوم المؤسسات إلى دولة الميليشيات والمناصب المتقاسمة ثم حل محله زميله في حزب الدعوة حيدر العبادي الذي يقف اليوم في مواجهة المالك الذي يرتدي عباءة بطل الشيعة من جديد بحسب تعبير الوكالة سياسة الإقصاء والخطاب العدائي لم يختزل في العراق فقط فيشير التقرير إلى أن المالك كان أحد المتقدمين في جبهة الوكلاء الإيرانيين بسوريا إلى جانب زميله حسن نصر الله أثناء الحرب هناك بوقوفه مع نظام بشار الأسد المتهم من قبل المالك نفسه بإشعال العنف في العراق فتغير فجأة موقف الرجل تجاه الأسد بحسب التوجيهات الإيرانية مترافق مع استعداء علني للدول العربية صورة الطائفي المقيت التي التسقت بالمالك كما يصفه معارضوه وتوضحه خطاباته تعود بحسب وزراء في حكومته إلى العقلية الحزبية الضيقة واستمراره بالعمل كناشط سري بحزب الدعوة وهذا ما ترجم لاحقا بسيطرة الحزب وخلاياه على مختلف مؤسسات الدولة وفق التقرير ولعل اليوم كثير الشبه بالأمس لكن قارب حلفاء إيران بالعراق ضج براكبيه من العامر إلى العباد وصولا إلى المالك وهو ما يظهر سؤالا بديهيا ما مصير القارب إن تنافس على قيادته أكثر من ربان ترجمة نانسي قنقر